سيد الخير من خلال تجربتك السابقة سواء في الاعتقال أو في الاحتجاز داخل مخيمات تندوف أيضا كنتم مطلعين ولازلتم أكيد مطلعين على ما يزري في هذه المخيمات فيما يخص الانفلات الأمني الحالي والاجتماعي الحالي هناك استياء كبير من طرف الساكنة بخصوص تصاعد معدلات الجريمة داخل هذه المخيمات هل يعقل أن هذه الميليشيات وأنت العارف بكواليس ما يزري داخل المخيمات هذه الميليشيات التي تحصي أنفاس الساكنة وتحكم قبضتها على هذه المخيمات عاجزة عن ضبط الأم داخل هذه المخيمات شكرا أولا المخيمات مخيمات تندوف لا يمكن قراءتها إلا من باب واحد على أنها أولا مجموعة سكانية موجودة فوق أرض قاحلة فوق إرادتها والجهة المسؤولة عنها جهة مفروضة عليها من طرف الدولة المضيفة التي هي الجزائر فالبوليزاريو اليوم بقيادتها الحالية هي مجموعة من أنا أسمح لنفسي وحتى إلا أسمحتون أنتم من خلال قناتكم هل أنا أقول علي أنها مجموعة من الخوانة التي خلقتها الجزائر مع طول الصراع ومع طول المعاناة وجدت فيها ضالتها التي يمكن تحمل مش على التسيير بعنف وبحصار وبقوة ضد هذه الساكنة المعلوماتكم اليوم اللي يدير المخيمات ما شقيات البوليزاريو ولا ميليشيات البوليزاريو العسكرية ولا حتى الدرك الوطني اللي يدير المخيمات اليوم هو المخابرات والعسكر الجزائري بذاته وخاصة منذ اختطاف الأجانب اللي كانوا عمليتهم محكمة بهدف لأن المنظمات الإنسانية لما تبينت على أن جميع المساعدات الإنسانية يتم تلعب بها المنظمات الإنسانية فرضت على تنظيم البوليزاريو وحتى على الجزائر على أن المشرفين على التوزيع على استقبال وخزن وتوزيع هذه المساعدات يكون من عملائها من ناسها من الأجانب نفسهم خلقة هذه العملية من طرف مخطط لها من طرف البوليزاريو والجزائر حتى جميع المنظمات وجميع الدول الأوروبية التي تخاف على مواطنها يتم سحبها لكي ترجع هذه المساعدات في يد هؤلاء الرصوص وهو فعلا ما تم في الجزائر منذ ذلك التاريخ هي التي تسير مخيمات وتشرف عليها منها كل مخيم من مخيمات تندوف وبدون استثناء هو محاط بحزام أمني له بوابتين لا يوجد فيهم صحراوي ولا بوليزاريو ولا غيره توجد فيهم العسكر الجزائري يراقبون الخارج والداخل يفتشون الشاحنات معهم نساء جزائريات يقومون بتفتيش النساء الصحراويات في ظل هذا الوضع المفترض أنه الجريمة ومعدلات الجريمة ترتفع لا موجودة وموجودة بارتفاع لأن الساكنة تبين لها تبين للساكنة في السنوات الأخيرة أن شي ما أعطيته شي ما جابته لنفسها رغم كالي أعطيها لأن هذه القيادة تقتسم مع السلطات الزائرية هذه المساعدات فممثل البوليزاريو الموجود حاليا بالدول الأوروبية وبجميع المدن الأوروبية هو الذي يستلم تلك المساعدات يأخذ نصبها ترجمة نانسي قنقر